الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين كان كلامنا في التقنين الشخصي وقد تكلم السيد دامت بركاته في ذلك في أربعة مواضيع الموضوع الأول كان أهمية التقنين الشخصي ما هي أهميته والموضوع الثاني فوائد التقنين الشخصي والموضوع الثالث آثار ترك التقنين الشخصي السلبية إلى هنا انتهى كلامنا في التسجيل السابق الموضوع الرابع هو غايات التقنين الشخصي قبل أن ندخل في هذا الموضوع أحب أن أستدرك ما ذكرته في التسجيل السابق عن التقنين النوعي قلت أن المراد من التقنين النوعي هو التقنين الذي يلاحظ فيه نوع الإنسان عموماً وليس شخصاً واحداً نوع الإنسان عموم الإنسان هكذا أنا فسرت التقنين النوعي وهذا كان اشتباهاً مني السيد دامت بركاته لا يريد هذا المعنى وإنما المراد النوع في قبال الشخص يعني أحياناً يراد بالتقنين هو نوع الإنسان عموماً مثل القوانين الإلهية القوانين الإلهية يلاحظ بها ماذا؟ عموم الناس لا يخصص شخص عن شخص عموم الناس مكلفون مثلاً بالصلاة مثلاً وهناك لا أحياناً قوانين لا يلاحظ بها نوع الإنسان عموماً لكن أيضاً لا يلاحظ بها شخص واحد مثلاً قوانين الأسرة قوانين بلد معينة هذه قوانين أيضاً قوانين نوعية لكن لا يلاحظ بها ماذا نوع الإنسان عموماً فالمراد من التقنين النوعي ليس تقنين نوع الإنسان عموماً دالا ممكن أن يوراد به فئة معينة من الناس هذا استدراك لما ذكرته سابقا وليس مهما هو في المراد يعني بالنتيجة المعنى واضح إن شاء الله فالآن ندخل في الأمر الرابع وهو غايات التقنين الشخصي ما هي غايات التقنين الشخصي ما هو الهدف من أن أقنن أن أجعل قانونا شخصيا لي ما هو الهدف من ذلك طبعا هذا جملة منه قد اتضحت من العبارات السابقة لسماحة إدامة بركاته لكن هنا السيد يذكر غايتين مهمتين لعله لا يلتفت إليهما فقال ويكون التقنين الشخصي من الإنسان لعمله لغايتين هناك غايتان ماذا نهدف إليهما من التقنين الشخصي الأولى رعاية القوانين القائمة الدستورية والعرفية هناك قوانين دستورية وهناك قوانين عرفية وقد تقدم هذا بيناه سابقا حيث إن رعاية تلك القوانين قد تتوقف على إيجاد أرضيات مناسبة لها من خلال التزامات شخصية تبين سابقا قلنا القانون الشخصي يوجب تكوين التزامات شخصية ومثلنا لها بعدة أمثلة جيد السيدنا يقول أن هذه الالتزامات تؤثر على رعاية القوانين العامة القوانين الدستورية القوانين العرفية كيف ذلك؟ هذه القوانين هذه القوانين العامة القوانين العرفية إذا الإنسان لم يكن قد وضع له مسبقا لم يكن قد وضع له مسبقا قانونا شخصيا هذه القوانين العامة لن يراعيها يعني مثلا الآن مثلنا قبل دروس لعله قلنا هكذا مثال إشارة المرور هذه الإشارات المرورية هذا قانون نوعي قانون ماذا دستوري جيد هذا لا يراعيه الإنسان إذا لم يكن عنده قانون شخصي قد قننه مع نفسه لو لا أن الإنسان يلتزم مع نفسه بعدم التجاوز على الحدود بعدم تجاوز حقوق الآخرين تراه يخرق هذا القانون بمجرد أنه يجد فسحة لعدم التزامه بهذا القانون تراه ماذا لا يلتزم بذلك فهنا نجد أهمية كبيرة للتقنين الشخصي التقنين الشخصي يكون طريقا لرعاية القوانين العامة أنت الآن أنظر إلى مجتمعك الإنسان المنضبط مع نفسه الإنسان الذي وضع حدودا لنفسه هذا تراه يراعي ماذا؟ يراعي القوانين العامة خصوصا المتدينون أقول المتدينون حقيقة وليس الذين يصلون ويصومون لا كثير من الناس يصلون ويصومون لكنهم غير متدين حقيقة المتدين حقيقتين هذا ماذا؟ تراه يلتزم بالقوانين أكثر من غيره لماذا؟ لأنه قد جعل قانونا شخصيا لنفسه ينقل ينقل عن الشيخ لعله أستلا أذكر المنتظري أو الشيخ المطهري قدس الله نفسه لعله الشيخ المطهري قدس الله نفسه يذكر أنه في في حكومة الشاه هو كان واضح من المعارضين والمحاربين لهذه الحكومة كان في حكومة الشاه لعله في أواخرها خرج في الليل ولم يكن هناك أحد في الشارع سائقه لعله أراد أن يعبر إشارة المرور كانت حمراء وأراد أن يعبرها الشيخ لم يقبل بذلك لم يقبل فهذا تعجب السائق قال له بنتيجة أنت ضد هذه الحكومة ومع ذلك تلتزم بقوانينها انظر عن حالة أنه في الليل في الليل لا يوجد أحد الشارع فارغ طبيعي الإنسان يقول أنا بنتيجة أمشي إشارة حمراء أو صفراء أو خضراء هذا لا يفرق لا يوجد أحد بالنتيجة لكن إلى هذه الدرجة نجد أن الشيخ ماذا ملتزما أو ملتزما بالقوانين مع أن الذي وضع القوانين هو عدوه عدوه سلا أذكر جواب الشيخ لعله وقال له نحن جئنا لأجل ضبط القوانين ولا نريد أن نجعل الفوضى مثلا في المجتمع على كل حال أقول الشيخ لو لا أنه كان مع نفسه قد ضبط نفسه وجعل لها حدودا وجعل لها قوانين يمضي عليها لم التزم بهذا القانون أصلا لا يلتفت سائقه قد ماذا قد مر من الإشارة لا يلتفت إلى ذلك لكن هو وضع قوانين لنفسه هذه القوانين دفعته لرعاية القوانين العامة هذه الغاية الأولى قال والثانية تحقيق مصالح شخصية للإنسان لن يتأتى للمرء تحقيقها إلا من خلال تقنين سلوكه والتزامه بنظم معين لا يعدوه عموما أنا لماذا أقنن لماذا أجعل قانونا لنفسي الأمر الثاني الغاية الثانية من جعل قانون لنفسي هو ماذا هو تحقيق مصالح شخصية لي كل إنسان له مصالح شخصية مثلا النجاح في الدراسة هذه مصلحة شخصية الراحة النفسية أنا أحاول أن أكون دائما هادئا مرتاحا نفسيا غير قلق هذه مصلحة شخصية هذه المصالح الشخصية على اختلافها وكثرتها كل إنسان له مصالح تختلف عن إنسان آخر وهناك مصالح مشتركة هذه المصالح لا تتحقق من دون إيجاد لقانون لتقنين لسلوك الإنسان ومن دون أن يلتزم بنظام معين لا يتجاوزه الآن أنا أريد أن أنجح بدراستي جيد كيف أنجح يعني إذا كانت حياتي فوضوية وغير محددة سلوكياتي غير متقنة عفوا غير مقننة هل يمكن أن أنجح إذا كنت قاد هكذا أرخيت الزمام لنفسي هكذا متى ما أردت أن أقرأ أقرأ متى ما أردت أن أترك الكتاب أتركه متى ما أردت أن أخرج إلى أصدقائي مثلا ما إلى ذلك إلى السوق إلى التنزه أخرج هذه الحالة من الفوضوية هل تنتج نجاحا في دراستي حتما لا حتما لا أيضا في الجانب النفسي الراحة النفسية هل يمكن أن أحصل على راحة النفسية مع وجود فوضى في حياتي مجرد أنه شخص يستفزني أستفز مجرد أنه شخص يتجاوز علي أنا أتفاعل معه لم أضع لنفسي قانونا في مواجهة ماذا مواجهة اعتداء الآخرين مثلا هذه المصالح الشخصية لا يمكن أن تتحقق من دون وجود قانون ترون أهمية القانون الشخصي حقيقة يعني قبل أن نقرأ هذه العبارات القيمة لا أظن أننا كنا قد التفتنا لضرورة القانون الشخصي إلى هذه الدرجة إلى هذه الدرجة نعم البعض مثلا يهتم كثيرا بتنظيم الوقت هذا المواضع كثيرا ما طرحت تنظيم الوقت تنظيم الوقت طبعا ليس ليس هو التقنين التقنين شيء وتنظيم الوقت شيء آخر أحيانا تنظيم الوقت يكون سلبيا للإنسان يعني يجعل ساعة لا بد أن يقرأ فيها وساعة أخرى لا بد مثلا أن يشاهد فيها التلفاز هذا غير صحيح أحيانا أحيانا أنت تستطيع أن تقرأ بالساعة الأخرى التي جعلتها للتلفاز مثلا فعادة يعتنا بتنظيم الوقت ولا يلتفت إلى أهمية التقنين وجدنا الآن أن التقنين يفوق أهمية إن كان لتنظيم الوقت أهمية فالتقنين يفوقها بمراتب ولم نكن قد التفتنا لذلك أعيد عبارته دامة بركاته قاله والثانية تحقيق مصالح شخصية للإنسان لن يتحصل للمرء تحقيقها لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تقنين سلوكه والتزامه بنظم معين لا يعدوه عموما لا يتجاوزه عموما قال وأهم بعد يرعاه الإنسان هذا مطلب في غاية الأهمية في غاية الأهمية قال وأهم بعد يرعاه الإنسان العاقل في سلوكياته والتزاماته ما هو هذا أهم الأمر؟ أهم بعد قال هو تقييم الأمور من خلال مضاعفاتها وعواقبها وآثارها وعدم اقتصار الإنسان على النظر إلى لحظته التي يعيشها هذا كثيرا ما نقع فيه ونرى الناس يقعون فيه وهو أن ننظر إلى الفعل نظرة آنية الآن ننظر إلى الفعل مثلا تتكلم مع شخص تقول له مولاي لا تتابع فلان فلان أفكاره من حرفة لا تتابعه جيد يقول لك لم يحصل شيء أنا فتحت الفيديو واستمعت إليه هذا قد نظر إلى الاستماع نظرة آنية الآن طبيعي الآن ماذا يحصل هو أنا فتحت الفيديو واستمعت إليه كلامه باطل سلم يحصل شيء فليكن كلامه باطلا جيد لكن هذه النظرة ليست نظرة عقلائية العاقل ينبغي أن يلتفت ويلاحظ مضاعفات هذه المتابعة عواقب هذه المتابعة آثار هذه المتابعة نجد بوضوح بوضوح ببداهة أن كل من تابع هؤلاء الذين عندهم انحراف أقائدي بعد مدة صاروا يتكلمون بنفس الكلام الذي كان ماذا كان يتكلم به فلان المنحرف هم في البداية لعلهم لم يكنوا قد اقتنعوا بكلامه عموما يعني يقولون كلامه بعضه صحيح وبعضه غير صحيح لكن شيئا فشيئا شيئا فشيئا صارت هذه المعاني التي يستمعونها مكررا بسبب التكرار صارت شيئا معجونا في شخصيتهم بحيث تجد أن هذا فلان هل سلا أريد أن أذكر الأسماء كثيرة أسماء كثيرة تجد أن هذه الشخصية هل سمعمم غير معمم ماذا قد وجدت له نسخ في المجتمع نسخ هو استنسخ لمدة عشر سنوات الآن بعض الأشخاص لعله منذ ثلاثين سنة هو يتكلم يتكلم وينشر وكذا وتجد هذا الشخص عشر سنوات هو يتابعه ماذا سوف يحصل هذا المفروض به بما أنه إنسان عاقل المفروض به أن لا ينظر إلى المقطع نظرة آنية وإنما ماذا وإنما يلاحظ عواقب فعله هذا ماذا سوف يحصل نفس الكلام في متابعة الفيديوهات المحرمة هو يقول أنا ماذا حصل بالنتيجة أنا عندي رغبة ميل جنسي إلى النساء المرأة كذلك تقول أنا عندي ميل جنسي إلى الرجال ولم أجد زوجا وذلك يقول لم أجد زوجه فبالنتيجة أفرغوا هذه بغض النظر عن الحرمة بغض النظر عن الحرمة أفرغوا هذه الحاجة بالنظر إلى بعض الفيديوهات المحرمة أنتم تقولون محرمة هسأ أنا لا أقول محرمة مثلا نقول أنت إذا كنت إنسان عاقلا والمفروض بك أنت إنسان عاقل الله تبارك وتعالى أعطاك العقل المفروض بك أن لا تنظر إلى المقطع نظرة آنية لا أنظر إلى العواقب ماذا سوف يحصل أنظر إلى المضاعفات الآن أنا أتكلم عن جانب مادي بغض النظر عن الجانب الشرعي هذا الذي يتابع هذه الفيديوهات نجد كثيرا منهم يعانون معاناة في العلاقة الزوجية جدا فضيعة جدا فضيعة أنت الآن بشبابك قوة قوة كبيرة لكن بعد سنين هذه القوة سوف تضعف بسبب هذه المتابعة أنت المفروض بك أن تفكر تفكيرا عقلائيا ما هي النتائج ما هي الآثار لهذه المتابعات نفس الكلام بالنسبة إلى والعياذ بالله الاستمناء هذه مواضيع حساسة لكن لا بد من التطرق لها هو ينظر إلى هذه العملية يقول أنه بالنتيجة محتاج إلى هذه المسألة السراجل أو المرأة نفس الكلام والعياذ بالله هذه المسألة يعني شائعة جدا في المجتمع شائعة جدا لكن أنت تنظر إلى هذه الحالة حالة آنية ماذا سوف يحصل من مضاعفات أحد الأشخاص قال لي أنه في أحد الأمرات أغمي عليه أغمي عليه وقع هكذا على الأرض بسبب هذا الفعل أو كما يقولون أنه يحصل بالنتيجة آثار كثيرة سلا أريد أن أطيل الكلام في هذه النقطة آثار كثيرة سلبية أبرزها هي علاقتك مع زوجتك في المستقبل علاقتك أنت مع زوجك في المستقبل فهذا لا بد أن يلحظ قال وأهم بعد يرعاه الإنسان العاقل في سلوكياته والتزاماته هو تقييم الأمور من خلال مضاعفاتها وأواقبها وآثارها وعدم اقتصار الإنسان على النظر إلى لحظته التي يعيشها أعطي أمثلة أخرى أأخذ وقتكم لكن أرى هذه الأمثلة الضلورية مثلا كثير من النساء تتابع بعض لا أدري ماذا تسمى في اليوتيوب فلوقات أو كذا لا أعرف على كل حال فتتابع فلانة هذه فلانة هي تصور منزلها وتصور كيفية عائلتها تصور زوجها تصور بعض الخصوصيات لها تصور حالتها حالتها المعيشية حالتها الأسرية وهذه بنتيجة تتابعها لماذا تتابعين تقول بنتيجة عندي شيء من الفراغ وعدم الراحة وأريد أن ماذا أن أستئنس تقولون لها هذه بنتيجة إنسانة منحرفة يعني هي تخرج من دون حجاب تضحك وتفعل بعض الحركات غير اللائقة أولادها كذا بناتها غير محجبات ما إلى ذلك أحيانا أصلا هناك كؤوس للخامر والأياذ بالله في البيت جيد وهذه تتابع ما شاء الله يوميا عشرات الساعات لعله تقضي على هذه التوافه لماذا لأني أحب أن أنظر إلى هذه الأمور أنت تلاحظين هذه الأمور بما هي ماذا محدودة الآن لكن لا بد أن تلاحظي الآثار التي سوف تحصل لهذه الأمور هذه المتابعة ما هي الآثار التي سوف ترتبها أولا عادة هذه النماذج تكون غنية مثلا لا أقول دائما عادة تكون غنية لأن الإنسان إذا يتابعه فقيرا أصلا لا يشعر بلذة أو ما إلى ذلك لا يشعر باستئناس أما إذا تابعه إنسانا غنيا بحيث يشتري يوميا تبدل الأغراض أغراض المنزل يوميا تشتري مثلا هدية لزوجها زوجها يشتري هدية لها موبايل غالي ساعة غالية ما إلى ذلك هذه بالاستمرار باستمرار المتابعة سوف تؤثر على شخصيتك بعد فترة لا تشعرين أنه ماذا تطلبين من زوجك بعض الأمور التي لا يستطيعها زوجك فقير وأنت ماذا تطلبين منه لماذا لم تشتري لي كذا لماذا لم تشتري لي كذا لماذا لم تغير فراش المنزل مثلا لماذا لا تأتي بهدية لي مثلا أنت لا تلتفتين إلى نفسك أنت تشعرين أنه هناك حاجة لشراء شيء جديد نعم هناك حاجة لا شك لكن لا بد أن يلاحظ ما هو منشأ هذه الحاجة لماذا أنت اندفعت لي طلبي شيء من زوجك لماذا هذا لعله بسبب تأثرك بهذه المرأة أيضا ترين هذه العائلة غير المتدينة غير المنضبطة أعرافها ماذا خارج عن أعراف مجتمعك بالنتيجة غير محجبة ذكرنا بالنتيجة بعض النماذج هذه ماذا سوف تؤثر على شخصيتك شخصيتك الدينية كيف سوف تتأثر أنا لا أتكلم الآن بعد عشر سنوات ماذا سوف يحصل أنت الآن تتابعين وليس عندك نية أن تترك المتابعة بعد سنة مثلا لا بعد عشر سنوات أيضا أنت تتابعين ماذا يحصل من مجالسة ومعاشرة عائلة متفسخة دينيا وعرفيا واخلاقيا ماذا سوف يحصل جزما سوف تتأثر شخصيتك جزما سوف تتأثر ماذا عائلتك جزما سوف تتأثر علاقتك مع أولادك مع زوجك مع أهلك جزما لا إشكال في ذلك كما أنك لو عاشرت امرأة متدينة سوف تتأثرين كذلك إذا عاشرت امرأة غير متدين وللأسف أقول مع شديد الأسف هناك بعض النساء التي تطرح أفكارا دينية بعضها لعلها أفكار مميزة أسلوب لطيف لكن لا تجد المتابعات كثيرات معدومات أصلا تفتح الفيديو وتراه لعله مشاهدة مئة مشاهدة أو ما إلى ذلك في حين النمط الآخر غير المتدين تجد له متابعات كثيرة حتى من المتدينات حتى من المتدينات وهذا حقيقة إن الإنسان لا بد أن يراجع نفسه لماذا أنا أميل إلى هذه ولا أميل إلى تلك بعض النساء أصلا تشمئز من أن ترى امرأة محجبة وتجلس مثلا وتلقي بعض النصائح مثلا تشمئز أصلا لا طاقة لها أن تتابعها لمدة دقيقتين أصلا لا تفكر بفتح الفيديو هذه كلها لماذا؟ لا بد الإنسان أن يسأل نفسه كل هذا لماذا؟ لماذا أنا أميل إلى المرأة غير المحتشمة غير المحجبة المرأة الغارقة في الدنيا هذه كلها دنيا كلها دنيا هذه الأمور لماذا أنا أميل إلى هذه ولا أميل إلى ماذا؟ إلى المرأة المحجبة العفيفة الناجحة في المجتمع نجاحا حقيقيا لماذا؟ هذا الإنسان لا بد أن يلاحظ نفسه لسه المفروض أنه من باب العدالة أن أأتي بمثال للرجل لكن أخذنا الوقت لا أريد أن أطلع عليكم أكثر نفس الكلام يأتي في الرجل ومتابعاته وما إلى ذلك قال دمات باركاته وحقيقة الحديث في هذا الموضوع حديث ذو شجون جدا قال فرب ممارسة من كلمة أو سلوك كلمة مثلا شخص يتكلم مع أجنبية أو يتلفظ ببعض الألفاظ التي تعلمها من مثلا مسلسل كذائي كلمة كلمة لكن هذه الكلمة لها آثار فرب ممارستين من كلمة أو سلوك سلوك والعياذ بالله مثل الاستمناء مشاهدة هذه الفيديوات المخدرات الأفلام هذه سلوكيات أو مسار هذا جدا مهم جدا مهم منهج مسار مثلا الآن نحن نبتلي بالمنهج التسقيطي المنهج التسقيطي المنهج الاستهزائي بالمقدسات هذا موجود وتروج له بعض العمائم المنحرفة تعرفونها وبعض من يتسمى بالدين تروج لهذا المنهج هذا خطير جدا جدا خطير المنهج العرفاني الجاهل لا أقول العرفاني العرفاني الجاهل لا أقول العرفان عند العلماء يسه هذا فيه كلام بالنتيجة وغير مقبول من أغلب العلماء العرفاني الفعلي لا الآن يروج لمنهج عرفاني كاذب جهله عبارة عن جهله وهذا يروج له كثيرا كثيرا لكن الناس لا يميزون لا يميزون بين العرفان الذي كان عند السيد القاضي والعرفان الذي كان عند السيد السبزواري قد صلى الله أنفسهم وغيرهم وبين هذا الذي الآن يطرح على أنه عرفان وهو عبارة عن تصوف باسم العرفان أو جهالة أصلا جهالة جهالة ضحالة في الجهالة جيد هذا مسار مسار يغير حياة الإنسان منهج يغير حياة الإنسان فربا ممارسة من كلمة أو سلوك أو مسار تثير الشعور بالمتعة واللذة والسعادة أحيانا متعة لذة أحيانا سعادة أنا أتابع فلان يسب العلماء أشعر براحة نفسية مو أنا طبعا أعوذ بالله كثير من الناس هكذا يشعر براحة ويميل إلى سب العلماء أو يتابع فلان هكذا يحرك نفسه حركات سلادري ماذا أعبر بالنتيجة يظهر نفسه أنه متواضع ومتأثر ويحزن كلماته الله تبارك وتعالى وصاحب الزمان ونحن لا بد أن نلتفت إلى كذا وهكذا هو عبارة عن شخص بالنتيجة أعوذ بالله باسم العرفان وباسم الكذا وهو لا يعرف شيئا عن العرفان وتعرف ذلك عندما تراه يتبع بعض المنحرفين أصلا على كل حال بعض مدعي المرجعية مثلا على كل حال فهذه في حينها متعة سعادة في حينها ولكن تترك ندوبا يعني آثار تترك ندوبا لا يمكن إزالتها من حياة الإنسان فهي أشبه بالسم من لذيذ الذي سوف ينقض على من تناوله تدريجيان سم أنت يوميا عندما تتابع فلان عندما تمارس القضية الكذائية يوميا أنت تتناول سما فيه لذة سم فيه لذة وهذا يوما ما سوف ينقض عليك ويؤدي فيه إلى عوارض مرضية ومؤذية على وجه مزمين وكلما كان الإنسان أكثر تعقلا وتجربة ووعيا كان انتباهه وحذره عن العواقب التي يتبعها أشد وأكد أنت أنظر إلى عواقب الأمور أنظر إلى عواقب الأمور ينقل عن بهلول لعله استنصحه هارون رشيد قصة طويلة لا أريد أن أخذ وقتكم بها فقال له أعطني حكمة أو كذا فقال له لا إذا أردت أن تفعل شيئا فتدبر عواقبه ولعله هذه حكمة عن الأمير المنعي السلام إذا أردت أن تفعل شيئا فتدبر عواقبه جدا رائع هذه الحكمة وبسبب هذه الحكمة الرشيد نجى من الموت فالقصة لعله معروفة قال ورب أمر لن يستطيع المرء من توقي ضرره بعد ممارسته لا يستطيع لماذا؟ لأنه سوف يؤثر فيه أثرا لا يمكن إزالته الأثر مثل هذه التي ذكرناها قبل قليل مشاهدة هذه الأفلام وكذا وممارسة العادة السرية وما إلى ذلك هذه آثار لن تستطيع أن تتجاوزها حالة التشكيك مثلا في العقائد عندما تتابع فلان تصير عندك حالة من التشكيك في العقائد لا تستطيع أن تتجاوزها حالة التشكيك حالة الاستهزاء بالعلماء حالة الاستهزاء بالمقدسات هذه تصير جزءا من شخصيتك بسبب قضاء وقت طويل على هذه المقاطع التي ماذا يروج لها قال أو لأنه يعني لا يمكن أن يتوقع ضرره لأنه سوف يتعلق به يعني لأن الإنسان سوف يتعلق به بحسب طبيعته التي تؤدي إلى الاعتيادي عليه والتمسك به مثاله الألعاب مثلا ألعاب بعض الأطفال يقضون وقتا طويلا على الألعاب هذا يصير جزءا منه لا يستطيع أن يتركه يتعلق به تعلقا شديدا يعتاد عليه قال فلا يكون له مهرب عنه وأخطر شيء هذه عبارة جدا رائعة جدا رائعة وأخطر شيء هو الأشياء الخداعة للإنسان وهي أشياء أو وهي أشياء ما لا يضر قليلها فيغري متعتها المار يعني أشياء قليلها لا يضر لا يضر وأمثلة هذا كثيرة جدا وقد ذكرنا بعضها قليلها لا يضر لكن ماذا لكن كثيرها وتستدرج الإنسان إلى عواقب خطيرة قال وأخطر شيء هو الأشياء الخداعة للإنسان وهي أشياء ما لا يضر قليلها فيغري متعتها المار ولكنها تستدرج المرأة إلى الإكثار منها فينزلق إليها ويتضرر بها تضررا فاحشا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر